مساء الخير للطلبة الأعزاء طلبات الفصل الرابع يمجسي مع وخصوصا الأفواج 4-5-6 تعلق الأمر بمحاضرة حول مادة البيئة والتنمية وهي المحاضرة السادسة توقفنا خلال المحاضرة السابقة عند تعريف النسق وكيفية استعمال مقاربة النسقية لدراسة وفهم نسق بيئة معين اليوم خلال هذه المحاضرة سنحاول أن نفهم جميعاً علاقة النسق بالمحيط الخارجي ودراسة بنية النسق وكيفية اشتغال هذا النسق هذا سنقوم به بالطبع من خلال الدراسة الخارجية والدراسة الداخلية للنسق فيما يخص الدراسة الخارجية أو ما نسميه بالفرنسية أو دراسة النسق مع محيطه الخارجي أو المدخلات والمخرجات سأقدمه عن طريق خطاطة ويا بطبيعة الحال الآن خطاطة افتراضية أو تخيلية بالنسبة إليكم لأننا نتواصل بطريقة غير مرئية أتصور أن مجالاً دواراً نفهمه أو نعتبره نسقاً هذا النسق له طبع علاقة مع المحيط الخارجي أو مع البيئة الخارجية هذه الخطاطة نضع ضمنها في إطار دائرة وفي علاقة هذه الدائرة أو هذا النسق داخل الدائرة نضع جمعة من الأسهم دفلاش متجهين من النسق إلى العالم الخارجي وهذا ما نسميه بل صورتي ولا لفلي صورتان وأيضاً نضع أسهم أو دفلاش من المحيط الخارجي أو من البيئة الخارجية متجهة هذه الأسهم إلى النسق وهو ما نسميه بل فلو أنتخن أو لزنتخن هذا نسميه شما دفلاش بمعنى خطاطة التدفوقات أو العلاقات شما دفلاش أو علاقات نسق مع المحيط ce شما est le plus utilisé pour recueillir, analyser et présenter les données dans le cadre d'un diagnostic هذا نسميه خص دراسة الخارجية فيما يخص بمعنى عفواً بمعنى أن هذه الخطاطة هي الملائمة والمستعملة لجمع وتحليل وتقديم المعطيات في إطار تشخيص حول نسق معين الدراسة الخارجية الداخلية أو l'étude interne أو ce qu'on appelle l'étude de la structure du système أو دراسة بنية النسق وهو ما بمعنى نقصد به دراسة ما نتوفر عليه داخل النسق بمعنى ما هو موجود ومتوفر سكونا بمعنى ما لدينا لمنعنى ما هو موجود ومتوفره On sait que pour l'approche analytique on s'intéresse uniquement aux actions c'est-à-dire aux actions à l'intérieur du système mais pour l'approche systémique en plus des actions et les réactions elles prennent en compte surtout les interactions et les rétroactions au feedback qui sont à la base de toute régulation par la fonction du suivi et evaluation ce qui permet les ajustements structurels et l'amélioration de l'efficience fonctionnelle c'est la limite ou les limites aux frontières qui restent toujours arbitraires mais qui permet d'identifier et de définir le système par rapport à son milieu ou environnement و ترجم و حاول أن أقدم المحاضرات في طارة باللغة الفرنسية و طارة بالعربية هدف الأساسي من استعمال اللغة الفرنسية هو تقوية قدرات الطلبة في المجال اللغة et c'est de renforcer les capacités linguistiques des étudiants هذا هو الهدف الأساسي و ترجم السابق بالفرنسية الدراسة الداخلية للنسق تعني دراسة و فهم البنية المشكلة لها بمعنى كل مكونات و عناصر النسق الموجودة والمتوفرة و تحديد بنية النسق في هذا الإطار تشترط تحديد مجموعة من العناصر طبيعة الحال المحددة للنسق أليف العناصر أقصد بها المكونات المؤثرات المتدخلون باء الشبكة مجموعة العلاقات أو التفاعلات بين العناصر الداخلية للنسق و أيضاً تفاعلة النسق مع محيطه الخارجي مجموعة هذه العلاقات يشكل نوعاً من التواصل فيما يخص المقاربة أقول هذه العلاقة كلها تشكل ما يسمى بالتواصل بمعنى كومينيكاسو نعلم أن فيما يخص المقاربة التحليلية أنها تهتم فقط بالأنشطة في حين بالنسبة للمقاربة النسقية ففضلاً عن اتمامها بالأنشطة وردات الأفعال تهتم أيضاً خصوصاً بمختلف التفاعلات وردود الفعل والتي تعتبر أساس كل تنظيم عبر وظيفة التقييم والتتبع الشيء الذي يمكن من التعديلات الموديفيكاسيون استكيكسيوريال التعديلات البنيوية وتحسين القدرة الوظيفية للنسق الحدود والتي تبقى دوماً تعصفية ولكنها تمكن من تحديد وتعريف النسق في علاقته مع محيطه أو وسطه البنيوية تاليطان دراسة طريقة تشتغى النسق لتحسين القدرة الوظيفية للنسق c'est-à-dire ce qu'on fait pour comprendre le fonctionnement d'un système donné envie d'élaborer un plan d'action pour le développer c'est-à-dire pour développer ce système il faut étudier les aspects suivants a. les objectifs c'est-à-dire les finalités les missions, les fonctions et les tâches b. les centres de décision les niveaux des organes, de prise de décision c'est-à-dire les types d'organisation c. les flux il y a un ensemble de flux un ensemble de types de flux c'est-à-dire les informations la matière, l'énergie l'homme, l'anisme et l'argent ainsi les sentiments d. les feedbacks les feedbacks c'est les suivis et évaluations qui permettent d'ajuster les objectifs et les réalisations e. les réservoirs c'est-à-dire les stocks le patrimoine c'est-à-dire le patrimoine humain le patrimoine naturel etc. le capital f. les mesures c'est les quantités et les délais g. les lois bien sûr les lois de fonctionnement du système le système c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 que le patrimoine est-à-dire qu'est-à-dire que le patrimoine c'est-à-dire qu'est-à-dire que le patrimoine la question qui se pose c'est qu'est-à-dire qu'est-à-dire qu'un diagnostic un diagnostic c'est un ensemble c'est un ensemble des activités d'échange entre les intervenants extérieurs et les populations bien sûr l'échange d'informations et de raisonnements qui permettent tout d'abord d'identifier d'identifier les contraintes c'est-à-dire les problèmes les besoins les attentes tout ce qui ne marche pas ou ce qui manque d'identifier aussi les atouts c'est-à-dire les avantages les potentialités les ressources les possibilités d'amélioration 2. De hiérarchiser ou rechercher les priorités et les pertinences 3. De rechercher et trouver des solutions 4. De proposer et négocier des actions à mener pour améliorer la situation actuelle du système 4. De médium 6. Des caparden 7. Des capes 7. Des capes 21. Des capes aux critiques 21. Des capes 21. Des capes تحديد الإمكانيات بمعنى الإيجابيات المؤهلات الموارد إمكانية تحسين أو تطوير النسق ثانيا ترتيب أو البحث عن الأولويات أو الأسئلة الملائمة ثالثا البحث وإيجاد الحلول رابعا اقتراح وتفاوض الأنشطة التي سيتم إنعاشها وإنجازها لتحسين الوضع الحالي خامسا المنهج النسقي المنهج النسقي يتكون من أولا دراسة بنية النسق بمعنى دراسة كل العناصر التي يتوفر عليها النسق بمعنى ما نتوفر عليه داخل هذا النسق من الموارد باختلاف أنواعها فهم أو الربط من أجل الفهم فهم هذا النسق أي الاهتمام التركيز أو الاهتمام بالتبادلات بين المخرجات والمدخلات أو التفاعلات البين النسقية شيء الذي يمكننا من فهم طبيعة ونوع اشتغال النسق التحديد من أجل التدخل بمعنى الدراسة التشخيصية بمعنى فهم التشخيص من أجل الفهم كما نقول لأجير يجب أن نفهم لكي نتدخل ينبغي أن نفهم ولكي نفهم ينبغي أن تتوفر لدينا مجموعة من المواطيات حول ما نريد أن نتدخل حولها خامسا ما هي التنمية التي نتحدث عنها في هذا الإطار مدام الأمر يتعلق بالبيئة أو التنمية نتصور أن المسألة تتعلق بتالوت مكون من الموارد الطبيعية ومن العنصر البشري ومن العنصر الثالث هو أشكال سغلال الموارد الطبيعية إذن هنا يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة يمكن أن نتعرف التنمية المستدامة بالشكل تالي أو كالتالي التنمية المستدامة هي الستغلال لأخلاني الموارد الطبيعية دون مصادرة حق الأجياء المقبلة Le développement durable c'est l'exploitation rationnelle des ressources naturelles avec la prise en considération des générations de futur Le rapport Brandtland en 1987 il définit le développement durable comme c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations de futur à répondre à leurs besoins donc le développement est durable dans la mesure où il peut assurer la pérennité du bénéfice بمعنى أن التنمية المستدامة بالشكل الذي تضمن فيه استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة هذا التعريف للتنمية المستدامة يضعنا أمام جمعة من الأبعاد المرتبطة بالتنمية المستدامة وهذه الأبعاد نحددها في ما يلي البعد البيئي والذي يفترض المحافظة وتحسين وكادة تتمين الموارد الطبيعية على المدى البعيد مع المحافظة على التوازنات الإيكولوجيا الكبرى وتخفيض وتقليص المخاطر والتنبؤ بالتأثيرات البيئية البعد الاجتماعي أو البشري يرتبط هذا البعد بتلبية الحاجيات البشرية والاستجابة لهدفين يتعلق بالإنصاف الاجتماعي استدار ليكيتيس سوسيال مع إعمال مشاركة جميع الفئات الاجتماعية واهتمامها بالأسئلة المرتبطة بالصحة، السكن، السهلاك، تربياء، الشغل، التقافة إلى آخره البعد الاقتصادي والذي يهم تنمية وتطوير النمو والقدرة الاقتصادية عبر أنمعات الإنتاج أو أنساق الإنتاج والاستهلاك المتدام ومن هذا المنطلق إن أي متدخيل له هدف أساسي يتمثل في تحسين ظروف ونمط ومستوى عيش سكان يعتبره في تقديره كعنصر من نساق التنمية بشكلها هذا النساق الذي نتحدث عن هذا النساق التنمية يتكون أو يتشكل من نساقين فرعيين هذا النساق التنمية يتحدث عن هذا النساق التنمية النساق الفرعي الأول هو ما نسميه بمكان أو مجال التدخل ويهو دانتيرونسون وهذا يمكن أن يكون أي مجال إما مجال قراوي أو مجال حضاري يمكن أن يكون دوار جماعة إلى آخره النساق الفرعي الثاني هو ما نسميه بالمتدخل الانترونة يتعلق الأمر بأي متدخل خارجي يعني الوسط بمعنى الانترونة qui vient de l'extérieur du système وهذا يمكن أن يكون من دم الدولية ONG INCOMUN INSTITUTION TECHNIQUE بمعنى يمكن أن يكون من دم الدولية من دم طغير حكومية جماعة مؤسسة تقنية فيما يرتبط بالنساق الفرعي الأول المتعلق بنساق مجال التدخل فإنه يتكون أيضا من العناصر التالية أليف الوسط أو البيئة الفيزيقية ce qu'on appelle le milieu ou environnement هذا الوسط يتشكل من الموارد الأساسية التي يستغلها الإنسان والتي تتطلب الحفاظ عليها وهي الماء تربى المناخ النباتات والحيوانات بمعنى بمعنى الرسورس ناتوريل c'est l'eau le sol le climat le vegetaux et les animaux باء الوسط البشري السكان أو الموارد البشري le milieu humain c'est-à-dire les populations ou les ressources humaines هذا العنصر يشكل عنصر مهما في التصور الجديد للتنمية بحيث أنه لا يعتبر الموارد البشرية كموضوع للتنمية فحزم إنما يعتبر العنصر البشري كفاعل في التنمية وبالتالي أي فعل إنساني نشاط أو تطبيق أو عمل يعتبر عنصرا من عناصر السلوك البشري والذي يشكل نوعا من التفاعل بين العنصر البشري ووسطه البيئي وهذا التفاعل يهدف إلى تحويل الموارد لموديفكاسيون دي رسورس تحويل الموارد بطريقة معينة بمناء أنساق الاستغلال من أجل تلبية الحاجيات الأساسية للعنصر البشري وفضلا عن أن التنمية الفيزيقية كنشاط تنموي أولي لا ينبغي أيضا إهمال الاستثمار الأساسي لتنمية مستدامة معينة وهو التطوير والتغيير الإيجابي لمهارات العنصر البشري أو ما نسميه لكاب لكاب استدر لكونيسانس فيما يتعلق بنساق الاستغلال أو استثمار الموارد الطبيعية فإن أيضا عنصرين مهمين يمكن أن يفيد في فعالية نساق الاستغلال ومستوى تنمية قوى الانتاج داخل هذا النساء يتعلق الأمر من هذه الوسائل المهمة هي الوسائل أولا الوسائل المادية وهي الوسائل التي يمتلك يمتلكها ويتحكم في السكان في مجال معين خلال مرحلتين محددة أدوات مكننة أجهزة تجهزة طرماء رصاميل إلى آخرين النقطة التانية أو للعنصر التاني المهم هي المهارات والمعارف استدغل كاب وهذه المعارف والمهارات تمكن ألف من تحويل الموارد أو أنساق إنتاج الحاجيات والخدمات بتحديد طبيعة ونوع التنظيم وطبيعة المعايير المحددة للعلاقات الاجتماعية أو التفاعلات التي تمكن من دينامية الجماعة أو المجموعة البشرية نشير أن مستوى ليكاب أو مستوى المهارات مهارات الأفراد تحدد سلوكات ممارسات وتفاعلات السكان مع المحيط البيئي أو مع محيطها البيئي بالطبع إذن نوع السلوك البشري يحدد لنا التنمية الموجودة الشيء الذي يمكننا من تعريف مسلسل التنمية كشكل من أشكال تغيير سلوكات السكان أو تطوير مهاراتهم ومعارفهم سدير الأمليور السلوك البشري يتحدد انطلاقا من أولا الوضعية لسيتياتي الوسط المليو كما يتصوره السكان الحاجيات التي يعبر عن السكان بمعنى ما هم في حاجة إليه ce qu'on veut الموارد المعتبرة متوفرة وضرورية من طرف السكان سوكنا المعارف والمواقف والمهارات les connaissances attitudes et pratiques les connaissances c'est-à-dire le savoir ce qu'on sait les attitudes c'est la façon de penser ou de juger ce qu'on pense les pratiques c'est l'ensemble des actes ce qu'on fait وبما أننا نتحدث عن المجالات التدخول أو المجالات البيئية فلا بد في نهاية هذه المحاضرة أن نتوقف عند انفهم المجال ولو بعجالة يمكن أن نعرف المجال كالتالي هو أولا المساحة فيزيقية ذات حدود إدارية أو سياسية جماعة مدينة إقليم جهة دولة إلى آخره ثانيا منطقة جغرافية محددة بتشكل وسط الجبال سهول مجال غابوي منتزه وطني ثالثا منطقة سكانية بمعنى الحوز الزلال الشاوية وردغة تفيلات إلى آخره رابعا بفضاء يمكن نحدده بفضاء ملائم لإنجاز المصلحة العامة بمعنى مقياس مهم لدراسة وحل المشاكل المرتبطة بالشغل والتنمية الاقتصادية الماء التنمية الفلاحية منطقة صناعية إلى آخره وخلافا للمعنى البسيط الذي يعتبر المجال كجزء من الكرة الأرضية فحسب فإن المجال هو فضاء منضم مميز بمجموعة بشرية تعمل على تهيئته حسب حاجيتها كما أن المجال يعتبر نسقا معقدا من العلاقات والتبادلات إذن المجال الترابي أيضا ليس فضاء جامدا أو سلبيا أو مستقبلا بسيطا للمشاريع المحددة خارجا عنه وإنما يتوفر على مضمون وحمول سوسيو تقافية غني أيضا بالمعارف والمهارات وأيضا بالجانب الترابي شكرا على استماعكم وإلى المحاضرة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر